موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين العزاء في كل مكان أسعد الله وقتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حصاد الروادة اليوم نقدم فيها العديد من الموضوعات المختلفة أخبار المال والأعمال وأيضا وأبرز ما تم خلال هذا الأسبوع في مجموعة الرواد للأعمال المزيد ستتعرفون عليه بالتأكيد من خلال حصاد الرواد لهذا اليوم أهلا بكم موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين قبل البدء في فتح ملفات وموضوعات حصاد الرواد ومعرفة التفاصيل دعونا نبدأ بأبرز العنوين لهذا الأسبوع مركز الرواد للتدريب يطرح نظام الحسابات الحكومية من منظومة المسرعات المالية وبرنامج كفاءات لوضع الهداف ورسم السياسات محور القيادات ومحرك الجدارات المؤسسية أيضا مشاهدين الخطط الاستراتيجية المسغرة برنامج عمل متكامل للموظف لتنمية وبناء قدراته وفقا لمسرعات الأداء الوظيفي ومجموعة الرواد العمال تطرح الخارطة الذهنية للأفكار الريادية في الأعمال من منصة قدرات لمسرعات الأداء الوظيفي تعرف أيضا مشاهدين أضمن حصاد الرواد على أبرز مواضيع الرواد التي طرحت خلال هذا الأسبوع أهلا بكم معنا إلى التفاصيل نبدأ في إطار عمل مجموعة الرواد العمال طرح مركز الرواد التدريب من خلال منظومة المسرعات المالية برنامج نظام الحسابات الحكومية كبرنامج تدريبي متخصص في مجال المحاسبة الحكومية ويحتوي البرنامج على مقدمة ومفاهيم وتعريف المحاسبة الحكومية وأهداف النظام المحاسبي الحكومي والغرض من المحاسبة الحكومية وأيضا المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية وأنواع الحسابات النظامية والإطار الاقتصادي والإطار المحاسبي والعلاقة بين الموارد والدخل كما يتطرق البرنامج إلى عناصر المحاسبة الأساسية والطرق المحاسبية وإعداد القوائم المالية ومن جانب آخر يخضع البرنامج إلى منهجية الرواد للتدريب 5 زايد 1 ويتم بتطبيقات التدريب بالتفكير على النماذج لتصلت الضوء أكثر مشاهدين على الخبر نبدأ بشرح لبرنامج أو عفوا استعراض لبرنامج النظام الحسابات الحكومية المقدم مركز الرواد للتدريب وبجموعة الرواد للأعمال وعبارة عن برنامج اقتصادي تدريبي موجه للجهات الحكومية المختلفة يأتي ضمن منظومة المسرعات المالية التي تم إطلاقها مؤخرا هناك العديد من المكونات التي صارتناها سابقا واليوم وأولا تلك المكونات هي معايير المحاسبة وهي معايير ذات درجة شفافية عالية تتبع نظام الإداري الدقيق ومنظم ويتبع الأهداف العامة للحكومة وتختلف تلك المعايير هنا عن المعايير المعمول بها في المحاسبة في القطاع الخاصة هناك أيضا نماذج المحاسبة وتوجد نماذج خاصة فقط بالجهات الحكومية وتختلف عن القطاع الخاص الذي توجد فيه التكاليف والربح والخسارة بينما تكون في الجهات الحكومية الحسابات متعلقة بالخدمات المختلفة وغير الربحية أخيرا تطبيقات المحاسبة وهناك العديد من التطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية والتي تختص بالمحاسبة وتختلف عن تلك الموجودة في الجهات والشركات الخاصة نستعرصويا مشاهدين التحليل لبرنامج النظام التحليل للموارد البشرية في مجال الحسابات الحكومية يتم وتم تحليل الموازنة الحكومية ويركز البرنامج التدريبي هنا على التعريف للموارد البشرية العاملة في مجال الحسابات بطرق تحليل الموازنة الحكومية أيضا نأتي للمحاسبة للاستثمارات وهنا يتم تحليل نظام المحاسبة للاستثمارات كما هو موضح في الشاشة وهي الاستثمارات التي تقوم بها الدول والجهات الحكومية وأيضا للمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي هناك قياس وتحليل الربحية وتختلف طريقة قياس الربحية باقتلاف نوع الشركة أو المؤسسة سواء فهي الجهات الحكومية يتم قياس العايد من الخدمات المقدمة وليس الربح والخسارة بعكس الشركات الخاصة نأتي للتحليل المالي وهنا يتم إعطاء جرعة تدريبية للموارد البشرية حول كيفية إجراء التحليل المالي للمؤسسات أخيرا المحاسبة عن حقوق الملكية ويتم تعريف الموارد البشرية بكيفية تحليل وحساب حقوق الملكية للمؤسسات الحكومية التي يقصد بها الأصول التي تمتلكها المؤسسة أو الشركة الحكومية بعد التحليل تم استعراض التقييم في برنامج وهو نظام التقييم للموارد البشرية في مجال الحسابات الحكومية وتم تقييم نموذج استمارة التقييم أولا هناك استمارة لقياس القدرات المحاسبية الخاصة بالعاملين في مجال الحسابات وأيضا بعد هذه الاستمارة هناك التحليل ويتم تحليل بالتأكيد المؤشرات الأداء للأشخاص المعاملين في المؤسسة أو المنضمين إليها عن طريق تقييم هذا التحليل ويستنباط بعض المؤشرات من خلاله لأنه سيساعد على التطبيق نأتي أيضا مشاهدنا إلى التقييم هنا يتم تقييم المعلومات الخاصة بالموارد البشرية في مجال الحسابات الحكومية وأخيرا التصنيف هو الذي يتم للموارد البشرية ويكون مبني على التحليل والتقييم الذي سبق وذلك لتصنيف الأشخاص وفق مؤهلاتهم وخبراتهم ووضعهم في المكان الصحيح ماذا عن التطبيق لبرنامج نظام الحسابات الحكومية ويتم معرفة نظام التطبيق للموارد البشرية في مجال الجهات الحكومية للتطبيق الجيد فإننا نحتاج لعديد من العناصر أهمها المعايير المحاسبية وهنا يتم تطبيق نظام المعايير المحاسبية الخاصة بالجهات الحكومية والتي تخضع للمراقبة الحكومية نأتي أيضا تطبيق نظام المحاسبة الحكومية وتختلف بالتأكيد تلك النظم من دولة لأخرى هناك نظم ولوايح حاكمة وقرارات أمالية تنظم مثل حركة النقد وسوق الأسهم وعمل الشركات بعد ذلك تم استعراض نماذج المحاسبية الحكومية ويجب تطبيقها تطبيق نماذج محاسبية مختلفة ويكون تطبيق للنماذج التي تكون خاصة بالأنظمة الحكومية والتي تتوافق مع المتطلبات والاحتياجات للجهات الحكومية أخيرا تطبيقات المحاسبة الحكومية وهي تطبيقات التي يتم عن طريقها إجراء المحاسبات الحكومية وهناك تطبيقات خاصة تبعا لكل نظام محاسبي مثلا النظام الصناعي الزراعي التجاري الاقتصادي وغيرها من الأنشطة المختلفة في خبر آخر في إطار عمل مجموعة الرواد العمال ترح مركز الرواد التدريب برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات وهو برنامج تدريبي متخصص للقيادات والكوادر الوطنية يحتوي على كيفية وضع الأهداف للأعمال من خلال المسار الرئيسي للأهداف الاستراتيجي للمؤسسة بإضافة إلى كيفية الإدارة بالأهداف وفق منظومة القيادات الحكومية مع المعايير العامة لكيفية الصياغة السياسات المتميزة تدفع بالعمال في اتجاه الأهداف المنشودة واستيعاب محركات النمو في المؤسسة مع وضع سياسات متكاملة في الإحلال والإبدال في مختبرات الابتكار من وقت لآخر لاستعراض البرنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات نعطي فكرة أولا عن البرنامج وهو عبارة عن برنامج يحتوي على عديد من الدولات التريبية المختلفة ويمثل هنا واحدة من البرامج التي تهدف إلى وضع الأهداف واسم السياسات الخاصة والتخطيط في المؤسسات نأتي للتعريف مكونات البرنامج أولا نبدأ من القيادة بالأهداف فيقصد بها قيادة فريق العمل عن طريق الأهداف الكلية الموضوعة مسبقا والتي تشكل الرؤية العامة للمؤسسة هناك أيضا إدارة بالأهداف وهنا يتم إدارة فريق العمل من خلال الأهداف المرسومة وفق مدة زمنية محددة ويتم تقييم الأفراد وفقا لنسب تحقيقهم لتلك الأهداف بعد ذلك نأتي للتدريب الأهداف وهو المتمثل في تحديد هدف محدد للبرنامج التدريبي يكون فيه معرفة علمية وثقافية في شأن محدد ويكون أيضا هدف من التدريب محدد مسبقا مثل تمليك مهارة في الأرشفة وما إلى ذلك أخيرا القيادة بالنماذج وهنا يتم القيادة عن طريق التقطيط أو عن طريق أخذ نموذج في التقطيط والعمل والإدارة والتعامل على تطبيقه في المؤسسة يتم الاستفادة بالتأكيد من توجيهاته ورؤية النموذج إذا كان شخص تختلف بالتأكيد طريقة التطبيق باختلاف النشاط تم تحليل برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات من مجموعة الروادي العمال ومركز الروادي التدريب وتم تحليل عديد من عناصر الخاصة بالبرنامج منها تحليل القيادة وإدارة المعايير والنماذج والتطبيقات وهنا يتم تحليل بالتأكيد معاييره والنماذج خاصة بالأهداف والسياسات بعد ذلك تم تحليل القيادة الاستراتيجية والتي تتضمن الخطط الاستراتيجية والخطط الاستشرافية ويتم هنا تحليل الخطط الاستراتيجية ومعرفة هل هناك قادة يستطيعون الوصول إلى وضع خطط استراتيجية محكمة ثم أيضا تحليل القيادة الإبداعية ومعايير تحليل الكفاءات هناك معايير خاصة بتحليل الكفاءات وذلك لمعرفة هل الشخص مناسب أم لا وبعد ذلك القيادة الإشرافية وإدارة المبادلات الحكومية وهي واحدة من الأقصام الإدارة التي يتم أيضا تحليلها والوصول لمعايير الكفاءات يجب دائما وجود قيادة إشرافية تعمله على الإشراف على الأشخاص وفريق العمل أخيرا مشاهدينها تم تحليل القيادة الإستثنائية وإدارة الأزمات والمخاطر وهي قيادة خاصة لتهتم بحدوث الأزمات والمخاطر عن طريق قيادة استثنائية لإدارة الأزمات المتعلقة بالمؤسسة في تقييم لبرنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات من مجموعة ترواد الأعمال تم تقييم أيضا عدة عناصر متعلقة بالشخص القيادي ومنها قوة اتخاذ القرار ويتم تقييم مدى قوة الشخص وكفاءته في اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة وتحقق أهداف المؤسسة تم أيضا تقييم الإبداع والابتكار ومدى وجود هذا العنصر الفعال لدى الشخص وتم أيضا قياس المعرفة ومنها من الأشياء التي يتم تقييمها ويجب معرفة هل الشخص ملم وفاهم بالأمور ويستطيع معرفة المشاكل وإيجاد الحلول السريعة لها أخيرا تم تقييم مدى القطلة على توليد الأفكار وما إذا كانت هذه الأفكار خلاقة وجديدة أم هي أفكار مقررة في التطبيق لبرنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات والتطبيق الجيد فإننا احتجنا للعديد من الأشياء وأولا منظمة المسرعات ودائما ما يعتمد على عامل الزمن بالنسبة للقيادة والقائد الناجح والذي يستطيع إيجاد حلول وتطبيقها في فترة زمنية موجيزة يجب أيضا نظر إلى التطبيقات المؤسسية في الإدارة التنفيذية والإدارة الوسطى والمقصود بها إدارة المعلومات واستخدامها بعد ذلك نأتي إلى تطبيق منظمة التمييز المؤسسي وتعمل الكفاءات دائما على تطبيق نظم التمييز المؤسسي وأخيرا مشاهدنا منظمة إدارة وتقييم الأداء الوظيفية وهي التي يتم تطبيقها للتعرف على مؤشرات الأداء الخاصة بالموظفين والأقسام ومعرفة الأداء الكلي والجزئي وأيضا يتم تقييم العمل المؤسسي والقياد في أخبارنا أيضا وفي إطار تطوير الأعمال من خلال تصنيف الأفكار الريادية طرحت مجموعة الرواد للأعمال من خلال مركزها التدريبي ومركز الرواد للتدريب برنامج الخارطة الذهنية للأفكار الريادية في الأعمال كأفضل برامج التدريبية المتخصصة والذي يجمع بين مفهوم الخارطة الذهنية والأفكار الريادية حيث توصل فريق الخبراء في مجموعة الرواد للأعمال ومركز الرواد التدريب إلى عدد من نقاط الاستراتيجية التي تعمل على بناء وتطوير الأعمال وفق خارطة محكمة تعتمد على توليد الأفكار الذات الصلة وذات العائد الخدمية المنظم والمبنية على الأفكار الابتكارية لكي يعطي نتائج قياسية على عرض المتعاملين استعرض البرنامج أيضا مفهوم الخارطة الابتكارية وعلاقته بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمؤسسات ويعمل البرنامج على شرح العلاقة التي تربط بالأفكار الريادية ومحاولة تطبيقها من خلال التدريب على كيفية تصميم الخارطة الذهنية أتعرض أكثر على برنامج خارطة الذهنية لأفكار الريادية في العمال المقدم من مركز الرواد التدريب ومجموعة الرواد الأعمال هدفا رئيسي من البرنامج نغل الأفكار القيادية إلى مرحلة الأفكار الريادية وأيضا كيفية الاستفادة من الخارطة الذهنية لوضع الخطط الاستراتيجية في مجال الأعمال هناك مكونات عديدة للبرنامج أهم تحديد الهداف ويجب تحديد الهداف أو الهدف التي أراد عمل خرائط الذهنية لها من أجل وضع الأفكار وفيما يتعلق بالأعمال فنجد أن هناك أهداف مثل تسويق والإنتاج والتطوير وغيرها نأتي أيضا إلى توليد الأفكار ويتم بعد تحديد الهدف معرفة كيف سيتم توليد الفكرة لذلك الهدف وهنا يتم استخدام طريقة أو تطبيقة مثل الركوب على الخير أو نموذج الريادة من أجل توليد أفكار خلاقة وممتعة ريادة الأفكار هنا لا تكفي فقط توليد الأفكار بل يجب تطوير الأفكار بشكل متواصل وجديد وأيضا في أقل فترة الزمنية الممكنة هنا يكمن الفرق بين الريادي والقائد ما تذكرنا سابقا يغضي إلى نقطة مهمة وهي التقطيط وهي التي تمثل النقطة الصفرية ويتم الاستفادة مما سبق في رسم الخارطة الذهنية للأفكار الريادية للأعمال ووضع الخطط الاستراتيجية كنتيجة تلك الخارطة في التحليل لبرنامج الخارطة الذهنية لأفكار الريادية في الأعمال من مركز الروادية التدريب تم تحليل عديد من نقاط للخارضة الذهنية نبدأ من تحليل منظومة الخارضة الذهنية وهي عبارة عن مجموعة من الأنظمة المرتبطة مع بعضها البعض وأيضا الأهداف كذلك مرتبطة مع بعضها البعض في إلى تحليل النظم والمعايير وهي الخاصة بالخرائط الذهنية ويجب معرفة النظم الخاصة بالأهداف والمعايير المستخدمة في وضع الخارض الذهنية يتم أيضا تحليل النماذج الموضوعة في الأهداف التي تم الاستعالة بها في الخارجة الذهنية للأفكار الريادية وهي أيضا نأتي إلى تحليل المنهجية وهي معرفة أفضل الممارسات المستخدمة للخرائط الذهنية ويجب أيضا مشاهدنا تحليل وسائل التخطيط المستخدمة ومعرفة أفضل الوسائل والطرق التي توصل للهدف أخيرا تحليل الأهداف وهنا يتم وضع الأهداف النهائية التي تم التوصل إليها وعمل تحليل كامل لها بعد إعادة صياغتها وفق الخارجة الذهنية للأفكار الريادية في التقييم تم أخذ أيضا العديد من العناصر وتم تقييمها منها تقييم نماذج التوليد الأفكار وهنا يتم تقييم النماذج الخاصة بالتوليد الأفكار المبدعة والمتميزة مثل نموذج ريادة الخيل في مجموعة الرواد الأعمال تقييم المنهجية لتوليد الأفكار وهي معرفة أين سيتم تطبيق الأفكار التي تم توليدها وأيضا الممكانيات المتوفرة لتكون تلك الأفكار ناجحة وأخيرا تم تقييم تطبيق توليد الأفكار هنا يقيم مكان التطبيق ومنهجية والنماذج ويتم أيضا تقييم طريقة التطبيق للخارجة الذهنية لمعرفة مدى خدمتها للأهداف والخطط الاستراتيجية في التطبيق للبرنامج الخارجة الذهنية للأفكار الريادية في الأعمال يتم معرفة الخارجة الذهنية للوصول إلى الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف أولا تطبيق معايير الخارجة الذهنية الذي يتم فيه تحديد وضع الخارجة الذهنية وتطبيقاتها ومعايير التحليل وتوليد الأفكار وبعد ذلك نأتي إلى تطبيق نماذج الخارجة الذهنية التي تم اختيارها وتحليلها واستخراجها من المعايير سابقا تطبيق منهجيات الخارجة الذهنية عبر تحديد المكان والطريقة المتبعة لتطبيق الخارجة الذهنية ويجب تطبيق أفضل الممارسات الخارجة الذهنية عند استخدامها للأفكار أخيرا تطبيق السراتيجيات الخارجة الذهنية وهي النقطة الأخيرة في الحصول على أفكار ريادية من الخارجة الذهنية التي يتم فيها تطبيق كافة العناصر والتطبيقات في التخطيط في الأفكار التغليدية مع الخريطة الذهنية لتوليد أفكار ذيادية للأعمال حسب نشاط كل عمل آخر أخبارنا في إطار عمل مجموعة التربية للأعمال طرحت من المجموعة الخطة للسناتجية المصغرة وهو يعمل كبرنامج استشاري ودورة تدريبية متخصصة وهي أحد المكونات الرئيسية في برنامج القدرات ويأتي تصنيفها من خلال التطبيقات المحددة والخاصة بالموظفين لذا يتم تعريف من مرفومة الخطة للسناتجية المصغرة عبارة عن برنامج عمل للموظف لتنمية وبناء قدراته وفقا لمسرعات الأداء الوظيفي وتنمية الذات وإدارة الوقت وفعالية الأداء التمييز والابتكار خلال فترة زمنية محددة لا يمكن البدء في أي مرحلة ما لم يكن قد تم إكمال المرحلة السابقة وهذه هي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المعادلة الصفرية وبالتالي يقوم عليها برنامج قدرات كاملة تم استعراض برنامج الخطة للسناتجية المصغرة المغدم بمركز الروادي التدريب ومجموعة الروادي العمال نذكر بأبرز مكونات برنامج قدرات وهي عبارة عن برنامج عمل للموظفين لتنمية وبناء مغدراتهم هناك مكونات للخطة نبدأ من المسار الوظيفي المتعدد وهو يأخذ أكبر نسبة لأنه مسار شامل تعتمد عليها الخطة للسناتجية المصغرة والتي تعتبر برنامج عمل للموظفين يتم من خلاله إنجاز المهام وتحقيق الأهداف بعد ذلك هناك مسار الوظيفي الفوقي والذي يشكل لزمة بسيطة وهو يؤدي إلى إهدار الوقت والساعات من خلال انتقال العمل من شخص لآخر وربما يعود بالمهمة إلى النقطة الصفر من جديد أما المسار الوظيفي الرأسي فيأخذ 5% من مكونات الخطة للسراتيجية المصغرة ويعتمد على الشخص الموظف وإنجازه للمهام ومقدار الزمن المستغرغ فيه ويتم كذب الكثير من الوقت في هذا المسار في تحليل برنامج الخطة للسراتيجية المصغرة من مركز الواد التدريب هناك العديد من النقاط التي تم تحليلها ونبدأ من تحليل مهارات الذات ويتم تحليل هل الشخص يمتلك مهارات تنمية الذات وهل يستطيعوا تطبيق تلك المهارات في العمل أم لا يتم أيضا تحليل الأولويات ومعرفة ما مدى الأولويات للمؤسسة في المهام المختلفة والتي تم عمل خطة لها لأن تحليل ترتيب الأولويات يساعد على سرعة إنجازها من الضروري أيضا تحليل إدارة الوقت ومعرفة الوقت المستغرق في إنجاز العمل أول مهمة ومن أيضا من الضروري معرفة وتحليل فعالية الأداء هنا يتم تحليل الأداء المنجز خلال فترة زمنية معينة ومعرفة أداء الموظفي بالصورة الدقيقة يتم أيضا تحليل تمييز المؤسسين مشاهدين ومعرفة ما إذا كان هناك تمييز في أداء الموظفين وأيضا أخيرا تحليل الابتكار الوظفي ويتم معرفة لأي مدى يدى الابتكار وإبداع في المجال الوظفي للموارد البشرية الموجودة في المؤسسة ماذا عن التقييم لبرنامج خطة استراتيجية المساقرة يتم تقييم المدة الزمنية المختلفة للخطة الاستراتيجية عبر مستويات عديدة أولا تقييم المستوى الزمنية الأول وهو من سنة إلى الثلاث سنوات وهذه المدة الخطة الاستراتيجية المساقرة وهي الخاصة بالموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية أما المستوى الثاني وهو من أربعة سنوات فما فوق فهي الخطة الاستراتيجية الخاصة بمدرع الاقسام والإدارة التنفيذية بشكل عام المستوى الثالث هو الخاص بفئة المدرع والقادة والذين تزيد خطة الاستراتيجية الموضعة من قبلهم والتي تحدد الرؤية والأهداف الكاملة للمؤسسة على الخمسة السنوات ويتم أيضا تقييم مدى نظلاتهم للمستقبل عبر خطة إدراك المستقبل واستشراف المستقبل من خلال التطبيق تم تعرف على نماذج الخطة الاوبرنامج الخطة الاستراتيجية المساقرة ويتم تطبيق العديد من عناصر منها الوصول لخطة الاستراتيجية المساقرة أولا تطبيق المسار الوظيفي الرأسي وهو مسار الذي يضيف مهام عديدة للشخص الواحد أي يكون هناك وصف وظيفي واحد عن طريق زيادة الانتأداء وخطة لتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف تم أيضا تطبيق المسار الوظيفي الفقي وهو وجود وصف وظيفي ل200 موظفين ويكون على الموظفين تحقيق التكامل في الأدوار فيما بينهم هناك مسار الوظيفي المتعدد وهو وجود وصف وظيفي للمؤسسة من ثلاثة موظفين فما فوق وتطبيقه ويحتمد على المؤسسة والموظفين والطبيعة النشاط والعمل وهو يأخذ حيز كبير ضمن المسارات الوظيفية المختلفة بالتأكيد تؤدي الخطة الاستراتيجية المساقرة عند تطبيقها إلى تحقيق تنمية أو نموء في الهداء المختلف للمؤسسات مشاهدين العزاء حصاد الرواد متواصل معكم وفيه العديد من الفقرات المختلفة والموضوعات أيضا ولكن بعد فاصل إعلانين قصير أرجو أن تبقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين من جديد نواصل تقديم حصاد الرواد لهذا الأسبوع والآن دعونا نفهم بشرة لفقرة أخبار المال والأعمال وأخبار الشركات وشركات مجموعة الرواد للأعمال أهلا بكم أعلنت مجموعة الرواد للأعمال عبر منظومة المسارعات المالية التي أطلقتها في وقت سابق عن ترحيبها بإطلاق برنامج النظام الحسابات الحكومية أو المؤسسية من قبل مركز الرواد للتدريب من جانب آخر ذكر المدير العامل المجموعة أن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة هي عبارة عن ثمنة من جهود مشتركة ومتكاملة من فريق عمل يعرف تماما الاحتياجات المؤسسية الحديثة وهذا ما يطرق له البرنامج بصورة مباشرة ترجمة نانسي قنقر في إطار عمل مجموعة الرواد للأعمال طرح مركز الرواد للتدريب برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات كبرنامج تدريبي متخصص من منظومة كفاءات للكوادر الوطنية ويتم تطبيقه وفق منهجية الرواد للتدريب 5 زايد 1 من أجل رفع مقدرات الكوادر الوطنية وتمليكهم المهارات القيادية اللازمة لأداء العمل طرح مركز الرواد للتدريب برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات للمؤسسات والشركات المختلفة ويعتبر البرنامج واحدا من البرامج التدريبية المتخصصة التي يعمل المركز على طرحها لمتعامله في كل مكان وذلك لتلبية احتياجاتهم وتمليكهم المهارات والمعلومات اللازمة لأداء أعمالهم على أكمل وجه بما يحقق الزيادة الإنتاجية والأرباح للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة نبغى في مركز الرواد للتدريب الذي يعلن عن طرح عديد من البرامج أيضا تدريبية المتخصصة في الأعمال في الفترة الماضية والآن يطرح البرنامج الخارطة الذهنية للأفكار الريادية في الأعمال كبرنامج تدريبي متخصص في تنمية الأعمال ومكمل لبرنامج تطوير الأعمال السابقة من أجل تقديم مزيد من البرامج والخيارات للمتعاملين في كل مكان واستمرارا للجهود مركز الرواد للتدريب في تطوير العملية التدريبية طرح المركز مؤخرا برنامج الخارطة الذهنية للأفكار الريادية للأعمال كبرنامج تدريبي متخصص في تنمية قطاع الأعمال ويعتبر أيضا برنامج مكمل لبرامج تطوير الأعمال السابقة التي ظل يطرحها المركز والتي تهدف إلى رفع مغدرات الموارد البشرية وتمكينها من أداء عملها على أكمل وجه بما ينعكس على إنتاجية المؤسسات والأعمال وتحقيقها للأهداف المختلفة في ذات الإطار طرح الأسبوع الماضي مركز الرواد التدريب ضمن عمل مجموعة الرواد الأعمال برنامج الخطة الاستراتيجية المصغرة كبرنامج استشاري وتدريبي متخصص يأتي ضمن منظومة قدرات لمسرعات الأداء الوظيفي يدخل البرنامج التدريبي الذي تم طرحه من قبل مركز الرواد للتدريب والذي أطلق عليه الخطة الاستراتيجية المصغرة ضمن منظومة قدرات الخاصة بمسرعات الأداء الوظيفي والتي تجتمل على عدة برامج تدريبية تعمل على تقديم حلول لقطاع الأعمال وتأهيل وتدريب الموارد البشرية في مختلف المجالات بما يعزز من القدرات الكامنة لديهم ويعمل على ترقية الأداء في تلك المؤسسات وضمان تحقيق الأهداف الموضوع ما زلنا في مركز الروادي التدريب وفي إطار عمله ضمن مجموعة الروادي الأعمال أكد المركز أن برنامج نظام الحسابات الحكومية والذي تم طرحه مؤخرا يخضع لتطبيقات التدريب بالتفكير على النماذج ومنهجية الروادي التدريب 5 زائد 1 لانضم بذلك إلى سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز ويتبع فيها نفس المنهجية يخضع برنامج نظام الحسابات الحكومية لتطبيق التدريب بالتفكير على النماذج وبواسطة مختبرات الروادي للإبداع والابتكار وأيضا يتم التدريب للبرنامج التدريبي وفق منهجية الروادي للتدريب 1 زائد 5 مما جعل هذا البرنامج مميزا ويتم التدريب بواسطة خبراء ومختصين في المجال المحاسبي خصوصا المتعلق بالحسابات الحكومية رحبت مجموعة الروادي للعمال بطرح برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات من جانب آخر أكد المدير العام للمجموعة أن هذا البرنامج معني بالقيادات الحكومية والكوادر الوطنية وفق منظومة تم سياغتها بعناية فائقة يأتي برنامج كفاءات لوضع الأهداف ورسم السياسات ضمن منظومة خاصة تم العمل عليها وصياغتها بما يحقق الأهداف المنشودة وفق ما صرح به المدير العام لمجموعة الروادي للأعمال الذي ذكر أيضا أن منظومة القيادات الحكومية تعمل وفق معايير عامة بكيفية صياغة تلك السياسات بما يدعم نمو الأعمال ويعمل على استعاب التطور في مراحل عملها المختلفة بجانب إدخال مفاهيم جديدة مثل الإدارة بالأهداف على المؤسسات في أخبار مجموعة أيضا أكدت مجموعة الروادي للأعمال لبرنامج الخارطة الذهنية للأفكار ريادية في الأعمال الذي تم إطلاقه مؤخرا يخضع لمنظومة الروادي للذكية ومنهجية الروادي للتدريب 5 زائد واحد وأيضا يخضع البرنامج لتطبيقات التدريب بتفكير على النماذج تعمل مجموعة الروادي للأعمال على تطبيق منظومتها المتميزة منظومة الروادي الذكية ومنهجيتها الفريدة من نوعها منهجية الروادي للتدريب 5 زائد واحد في كافة البرامج التدريبية التي تقدمها عن طريق مركز الروادي للتدريب من واقع تبنيها لفكر وعمل من نوع جديد وأيضا تعمل المجموعة على تطبيق التدريب بالتفكير على النماذج كأحد أهم التطبيقات في مجال التدريب والتي يتم تنفيذها من خلال مختبرات الروادي للإبتكار وبواسطة فريق عمل مبدع ومتمكن يستطيع تحويل التحديات إلى فرص وترجمة الأهداف والسياسات إلى واقع ملموس عن طريق برامج مبتكرة من مجموعة الروادي للأعمال نبقى في مجموعة الروادي للأعمال التي أعلنت أن برنامج خطة استراتيجية المصغرة هو برنامج خاص بتنمية القدرات الموظف وتنمية الأداء المؤسسية عن طريق وضع خطة استراتيجية مصغرة للموظفين والموارد البشرية العاملة في المؤسسات يعتبر برنامج الخطة الاستراتيجية المصغرة من البرامج الخاصة بتنمية قدرات الموظفين عن طريق وضع خطة عمل لهم تساعد على إنجاز المهام بسرعة ودقة عالية وتعمل أيضا على وضع المهام والأهداف ضمن خطط صغيرة تسهل من تنفيذها والتعامل معها بما يعود بالنفع والفائدة والتنمية للأداء الوظيف والمؤسس معا في خلال هذا الأسبوع نظم مركز الوادي للتدريب ورشة عملنا التعريف ببرنامج النظام المحاسبات أو الحسابات الحكومية ومنظومة المسرعات المالية وهي المنصة التي يطلق منها خلالها جميع البرامج التدريبية والمالية وقد حضر الورشة ممثلين من كل من مؤسسة موارد لتوظيفه وشركة الرواد للأزياء وشركة توفير الاتجالة العامة ومركز الرواد العمال للإنتاج الفني بالإضافة إلى ممثلين من شركة سفير البحار للسياحة والسفر وغناة الرواد الفضائية استمرارا لدور مركز الرواد للتدريب الذي يقوم على تأهيل وتدريب وتثقيف الموارد البشرية من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة عقد المركز ورشة عمل لممثلين من مختلف شركات مجموعة الرواد للأعمال وذلك بهدف التعريف ببرنامج نظام الحسابات الحكومية والذي يأتي ضمن منظومة المسرعات المالية الشاملة وتمثل منصة تنطلق منها جميع البرامج التدريبية المالية ويقدم مركز الرواد للتدريب مختلف البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة وتعمل على إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تطرأ في الإجراءات والمعاملات المحاسبية وذلك بفكر من نوع جديد في إطار عمل مجموعة الرواد للأعمال أعلنت مؤسسة موارد لتوظيف عن توصولها مؤخرا إلى اتفاق مع مركز الرواد التدريب يتم بمجيبه تأهيل الكوادر الوطنية وفق خطة توظيفية لعملائها من المؤسسات الحكومية وقد عرب مسؤول العمليات التأهيلية في المؤسسة عن أمله في أن يلاقي ذلك مردود كبير من قبل العملاء يخدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مؤسسة موارد للتوظيف ومركز الرواد للتدريب الموارد البشرية خصوصا الكوادر الوطنية التي يتم بمجيبها تأهيل تلك الكوادر يفق خطة التوظيف للعملاء في المؤسسات الحكومية ويأتي هذا الاتفاق ليضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات السابقة التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وجعلها مؤهلة لشغل مختلف الوظائف وأيضا لتدريب الموظفين الذين هم على رأس عملهم مما يعزز من موقع مؤسسة موارد بصفتها رائدة في مجال التوظيف في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يجد البرنامج الذي تم طرحه القبول ويحقق المردود الكبير من قبل العملاء في إطار عمل مجموعة الرواد أيضا رحبت مؤسسة موارد للتوظيف في برنامج التدريبي الخارجة الذهنية للأفكار ريادية في الأعمال ومن جانب الآخر تم توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة موارد للتوظيف ومركز الرواد التدريب تم بمجبه تدريب مجموعة من قيادات في مجال التوظيف على البرنامج المذكور تدعم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وتعمل دائما موارد للتوظيف على تبني البرامج التدريبية المميزة وتقديمها لمتعاملها في كل مكان نبغى عند مؤسسة موارد للتوظيف التي أكدت أنها قد اتفقت أيضا مؤخرة مع مركز الرواد التدريب وذلك لتطبيق برنامج الخطط الاستراتيجية المسقرة ضمن منظومة التأهيل الوظيفي ومن جانب آخر قد عدد مسؤول العمليات التوظيفية في المؤسسة أهداف وأهمية البرنامج للباحثين على عمل ستبدأ مؤسسة موارد للتوظيف في تطبيق برنامج الخطة الاستراتيجية المصغرة ضمن منظومة التأهيل الوظيفي الخاصة بالمؤسسة بما يعمل على تمليك المنضمين للبرنامج مهارات جديدة تعينهم على آداء العمل وسيتم تنفيذ البرنامج بالاتفاق مع مركز الرواد للتدريب بفضل الاتفاق الذي تم بين الجانبين وقد بدأت الترتيبات لاستكمال النواحي الفنية والمحاور الخاصة بالدورات التدريبية التي ستوضع ضمن برنامج تأهيل الوظيفي فيطار عمل مجموعة الرواد للعمال ومؤسساتها وشركاتها المختلفة اتفقى مركز الرواد للتدريب وقناة الرواد الفضائية على الخطط الترويجية والتسويقية لبرنامج النظام الحسابات الحكومية وذلك للبدء في التسويق للبرنامج والبرنامج التدريبي عبر قناة الرواد الفضائية الى خبر اخر حيث اكد مركز الرواد العمال الانتاج الفني اكتمال كافة استعدادات لازمة للانتهاء من التصميمات الخاصة ببرنامج كفاءات لوضع الاهداف ورسم السياسات للحملات الترويجية والتسويقية وسيف يتم البدء في تلك الحملات الترويجية بالتعاون مع قناة الرواد الفضائية في اقرب وقت ممكن نبقى في القناة واخبار عن قناة الرواد الفضائية عن تعاقضها مع شركة الرواد الحلول المتكاملة وذلك لتسويق النظام ارشفة واحد اصدار 2019 الذي اطلقته شركة مؤخرا حيث تم وضع النظام ضمن الخارطة الترويجية والبرامجية للقناة الى شركة اخرى وفي اطار عمل مجموعة الرواد العمال اكدت ادفانس ميديكا السليوشان التي تعمل في مجال التسويق والتجهزات الطبية والصحية انها بصدد توقيع شراكة استراتيجية مع مركز الرواد التدريب لطرح برنامج الخارطة الذهنية للأفكار الريادية في الاعمال مع عمل التعديلات اللازمة لكي يناسب الكوادر الطبية والصحية مع تحديد الفئات المستعدفة تبدأ قناة الرواد الفضائية في اطلاق الحمال الترويجية والتسويقية لبرنامج الخارطة الذهنية للأفكار الريادية في الاعمال وذلك بعد اكتمال كافة الاستعدادات والتصميم الخاصة بالمادة العلانية سيتم ترويجة وفق خطة عدت نسبقا للبرامج إلى خبر آخر تصدرت مبادرة الرواد تبتكر كل المبادرات المطروحة في مجموعة الرواد للعمال وذلك من خلال اكتمالك تعاقدات لازمة لانطلاق الخمس مقتبلاات وحضرات الابتكار جانب آخر صرح السيد المدير عام المجموعة قائلا أن مبادرة الرواد تبتكر تعد من أقوى المبادرات التي أطلقت مؤخرا من قبل القطاع الخاص حيث أنها تحتوي على العديد من البرامج التدريبية المبتكرة في مجال الإنتاج الفني ومجال الإعلام والسفر والسياحة ومجال التوظيف إلى قناة الرواد الفضائية التي أعلنت أيضا خلال هذا الأسبوع عن البدع في تسويق الحمالات الترويجية للخطط الاستراتيجية المساقرة وقد تم وضعها وتضمينها دمن الحملات الترويجية المتخصصة في التدريب والاستشارات ليس ببعيد عن مجموعة الرواد التي أكدت أن البرنامج الخطط الاستراتيجية المساقرة سوف يتم وضعه في البرامج الاستشارية الأخرى ضمن خطة خدمة الاستشاري حيث ذكر المدير العام المجموعة أن هناك العديد من الجراءات والمراحل لكي يتم إجازتها من قبل لجنة الخبراء في المجموعة من جهة أخرى أشار بأن كافة إجراءات الاحتمال سوف تكتمل مطلع الإسبوع القادم بإذن الله آخر أخبارنا يواصل البرنامج هنا الرواد تناول عديد من المواضيع المختلفة عبر حلقات البرنامج تناول البرنامج خلال حلقات هذا الأسبوع موضوعين الأولى رضا الوظيفين والتسامح أيضا تناول موضوع المرأة والاتصال والتواصل ومن خلال ضيوفنا عزاء داخل السوديو يأتيكم البرنامج دائما يوم الأحد والأربعة عند الساعات الثانية الظهرا بتوقيت أبو الظبي الواحدة بتوقيت السعودية على شاشة قناة الرواد الفضائية شاهدين من هذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية أخبار المال والأعمال وشركات مجموعة الرواد للأعمال فاصل العلانين قصير نواصلني بعده فقراتي وموضوعات حصاد الرواد لهذا اليوم ابقوا معنا حليكم الله من جديد وأهلا ومرحمة بكم مشاهدين من خلال حصاد الرواد أهلا بكم والآن إلى فقرة التقرير الأسبوع ألتم من خلال نستعرض سويا بعد التقارير الأسبوع ونبدأ من هذا التقرير الذي قام بعداد فريق عمل البرنامج هنا الرواد تحدث عن دور المرأة من كونه مجرد تربية إلى كونه أعدادا لجيل أن يستطيع التعامل مع المجتمع بدأ التقرير بالحديث عن أن المرأة تعد جزءا من المجتمع لا ينفصل بأي حال عن الأحوال من مكونات المجتمع الأخرى والتي يمكن بل بل يمكن اعتبارها بأنها أهم مكون فيه تطرق التقرير إلى الأدوار المتعظمة التي ظلت تقوم بها المرأة منذ العصور الأولى باعتبار أنها كانت فاعلة وناشطة في وضع القوانين المجتمعية وفي تسيير حركة الحياة وفي القيام الحضارات وغيره من الأدوار الكبيرة التي ما ذالت تقوم بها المرأة تناول التقرير أيضا دور المرأة التي تعدى كونه مجرد تربية الأبناء إلى كونه أعداد لجيل كامل يستطيع التعامل مع المجتمع ويحسن الغيمة العطاء من خلال المهارات المجتمعية التي ترفض بها المرأة الأبناء أشار التقرير كذلك إلى عدد من النقاط إلى البحث العملية التي تناولت قدرة المرأة العاطفية والتي تميزها وتعتبر من أهم صفاتها والتي تساعدها أيضا على التعامل مع الحالات التي لا يستطيع الرجل التعامل معها حاول التقرير عكس أيضا تمكين وريادة المرأة عن طريق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية يهمها البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة الحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية وغيرها بالتأكيد من النقاط هناك العديد من النقاط الأخرى التي عكسها التقرير ولكن في مجمالها ركزت على تنمية المرأة باعتمار أنها تؤثر وتعمل على تنمية بقية أفراد العمل والأسرة والمجتمع وتحقيق رفاهيته أي رفاهية المجتمع أختم بالقول أن المرأة هي نصف المجتمع وهي تربي نصف الآخر وتضل أدوارها كبيرة وكثيرة وعظيمة ولا يمكن حصرها في عدة نقاط نتابع التقرير مشاهدينا تعد المرأة جزءاً لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع الكل كما أنها مكون رئيسي للمجتمع بل يتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات وقد شغلت المرأة عبر العصور أدوار مهمة وكانت فعالة ونشيطة في وضع القوانين المجتمعية وفي تسيير حركة الحياة فدورها في المجتمع كبير وذا أثر بالغ الوضوح كما أنه دور حساس وإن تحييد دورها يقود لضياع المجتمعات وتشتتها وقد ساهمت المرأة بدورها في قيام الحضارات فبدون ذلك الدور لا يمكن أن يكون لدينا علماء وعظماء يمنحون الحياة التغيير ويساهمون في تغيير الواقع تغييراً جذرياً بما يفيد الإنسانية كلها ويتعدى دور المرأة من كونه مجرد تربية إلى كونه إعداداً لجيل يستطيع التعامل مع المجتمع ويحسن قيمة العطاء ويفهمها فتقوم المرأة برفض أبنائها بالمهارات الاجتماعية كما توضح لهم حقوقهم وواجباتهم بالتنشئة والتربية على المبادئ الصحيحة والقيم المجتمعية الحقة يشار إلى أن هذه الأدوار هي في قمة الأهمية كونها تقدم وتضمن الاستقرار العاطفي والنفسي لأفراد العائلة وتصنع منهم أشخاصاً متزنين أصحاب قيم وأخلاق ترفع المجتمع وتعلوبه مما ينعكس على تنمية البلدان ككل فقد أثبتت البحوث العلمية أن قدرة المرأة العاطفية هي من أهم صفاتها مما يساعدها على التعامل مع بعض الحالات التي لا يستطيع الرجل التعامل معها فمهاراتها في الإقناع والتواصل والتأثير فهي تستطيع أن تتولى الكثير من المؤسسات والهيئات الرسمية بإدارتها بالحكمة والدراية الدقيقة علاوة على أنها تقوم بتنشئة الأجيال الصالحة لتنمية المجتمع ورفعه ذلك عن طريق زرع الأخلاق الحميدة في نفوس أطفالها والقيم الثابتة التي تشبعهم بها كالتعاون والتواصل الإيجابي مع المجتمع المحيط وهي قادرة أن تكون قدوة صالحة يقتدى بها في إنفعالاتها وتصرفاتها وأخلاقها لا يستطيع أحد أن ينفي وجود وصمة المرأة بإثبات جدارتها في العديد من الأدوار الحياتية التي تتطلب اتخاذ القرارات الحازمة والمهمة للمجتمع بأكمله لذلك فإن تمكين وريادة المرأة ضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأولويات البناء على الإنجازات المحققة للمرأة الحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب الاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركاتها التنموية إيجاد إطار مؤسسي داعم للمرأة يتماشى في مجال تمكين المرأة رفع مستوى مشاركة المرأة كما ونوعا في مختلف المجالات والعمل على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادرا على مواكبة التغيرات المستجدة وتعزيز تماسك الأسرة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزهر وذلك بتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع وترسيخ القيم المبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة أيضا مشاهدين نواصل وخلال هذا الأسبوع تم عرض تقريرا عن الرد الوظيفي باعتباره من الأشياء المهمة التي تشغل بال الإدارات المختلفة ويعتبر الرد الوظيفي واحد من المسببات النمو والتقدم الاقتصادي عبر عدة أصناف أو معايير وفي الظل المنافسة الكبيرة في سوق العمل فإن الكفاءة الانتاجية العالية صارت هدفا أساسيا للإدارات في المشروعات الحديثة من خلال التقرير تم عكس وربط بين الكفاءة الانتاجية وتحقيق الرد للموظفين وإعطائهم حقوقهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ومناقشة كافة المشاكل التي تواجههم أيضا إيجاد الحلول المناسبة لها وعشار تقرير العناصر إدراكية أساسية منها التفاول الدائم وتوقع النجاح وإلزام النفس بالتخطيط السامي لأمور الحياة وأيضا تحويل الخطط إلى عمل دون ضياع وقت وجهد زايد والمبادرة والمسارعة لكل خير للمؤسسة والموظفيها فطرق التقرير إلى معطيات الرضا الوظيفي وهو الشعور بالسعادة وأيضا أن تجتمع الظروف النفسية والفيسيولوجية والبيئية التي تحطب الموظفين وتحكم علاقاتهم مع زملائه والرؤسائه وهي التي تدفعه بالتأكيد للقول إنه سعيد بعمله العديد أيضا من النقاط التي عكسها وسلتها التقرير بشكل مبسط وجميل وختما الرضا يكسب النجاح ويحقق الأهداف ويدفع بالشخص إلى المزيد من العطاء دعونا ومنشاهد مشاهدنا هذا التقرير ضمن برنامج هونر رواد سمنا الرضا الوظيفي من أهم الموضوعات الإدارية التي تشغل بال خبراء الإدارة وأصحاب الأعمال ذلك لارتباط مفهوم الرضا الوظيفي بموضوعات الآداء والإنتاجية والولاء التنظيمي وهي أمور أساسية تقع ضمن أسباب النمو والتقدم الاقتصادي بالمنظمات التي تبحث عن النجاح والاستمرار في ظل وجود المنافسة الشرسة ولهذا فإن الكفاءة الإنتاجية العالية صارت هدفا أساسيا للإدارة في المشروعات الحديثة تجند من أجله كل طاقات العمل وكل الأساليب التي تساهم في تحقيقه حيث تنعكس آثار الكفاءة الإنتاجية على كل من العامل والشركة والمستهلك والمجتمع وذلك يأخذنا لنقطة البداية وهي ضرورة الاهتمام بالحقوق الوظيفية لدى العاملين وتحقيق مبدأ الرضا الوظيفي لديهم مع مناقشة كافة المشاكل التي يعانون منها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها من خلال التدريب والتحفيذ وتطوير المهارات بما يصب في مصلحة العمل كعناصر إدراكية أساسية كالتالي التفاؤل الدائم وتوقع النجاح وإلزام النفس بالتخطيط السامي لأمور الحياة تحويل الخطط إلى عمل دون ضياع وقت وجهد زائد المبادرة والمسارعة لكل خير للمؤسسة وموظفيها الاستعداد للتغيير والتطوير والمرونة الواقعية واكتشاف نقاط التمييز لدى الموظف وأصبح الحوار المتصل بين الطرفين بأن التركيز لجانب واحد لا يكفي لفهم السلوك الإنسان ومعرفة مدى الرضا الوظيفي وأصبح الحوار المتصل بين الطرفين فإن التركيز لجانب واحد لا يكفي لفهم السلوك الإنسان ومعرفة مدى الرضا الوظيفي وإذا كانت الدول المتقدمة قد اهتمت وما تزال تهتم بالبحث عن الرضا الوظيفي فيجب على الدول النامية أن تكون أكثر اهتماماً نظراً لتأثيره المباشر على تقدم المجتمع وتطوره فالرضا الوظيفي ما هو إلا تجميع للظروف النفسية والفيسيولوجية والبيئية التي تحيط بعلاقة الموظف بزملائه ورؤسائه وتتوافق مع شخصيته والتي تجعله يقول بصدق أنا سعيد بعملي إنه لمن المؤكد أن معطيات الرضا الوظيفي هو الشعور بالسعادة فرضا الفرد عن وظيفته يؤدي إلى الكفاءة الإنتاجية العالية أما عدم الرضا عن المهنة فينتج عنه سوء تكيف غير متوازن انفعالياً ويظهر الكثير من مظاهر الملل والاستياء والإحباط إن ميل الفرد لعمله أو لجانب معين فيه له المردود الإيجابي على نفسه وعلى عمله والرضا يتحقق عندما تتحقق توقعات الفرد نحو ما يحصل عليه من العوائد المعنوية والمادية خاصة كما يعبر الرضا عن حالة تكامل الفرد النفسية مع وظيفته ومدى استغلال عمله لقدراته وميوله وإثباته لشخصيته إن وصول الفرد لمستوى الطموح الذي حدده يتحقق له من خلال عمله وهذا بدوره يؤدي لإشباع حاجاته الشخصية ولا شك أن هناك عوامل مؤثرة في رضا الفرد عن وظيفته بعضها يتعلق بذاتية الفرد نفسه وبعضها الآخر متعلق بالتنظيم الذي يعمل فيه الفرد وهي بيئة العمل التي يعيشها كنوع العمل وطبيعته ووظيفته أو مهنته كعمل روتيني أو متنوع ابتكاري أو عادي من تقرير الرضا الوظيفي مشاهدين أن تكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة التقرير لهذه الحلقة ومنها أيضا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات حصاد الرواد لهذا الأسبوع حاولنا بالتأكيد من خلاله عكس ما تم خلال هذا الأسبوع من صفقات وإتماعات وإطلاق مبادلات وبرامي التهم وتخدم جميع أفراد المجتمع وأيضا أخبار مجموعة الرواد للعمل حتى الملتقى في حصاد الرواد الأسبوع القادم يوم الخميس على ذات الموعد إن شاء الله تقبل تحياتي وتحايا فريق العمل ألغاكم الأسبوع القادم عبر أخبار الرواد اليوم للعديد من المواضيع المختلفة المزيد تجدونه دائما على rgroup.ae كما يمكنكم التواصل معنا على rpctv على الفيسبوك ويوتيوب وأيضا تويتر تمنى لكم نهاية أسبوع سعيد حتى نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم وترككم في حفظ الله ورعايته دمتم دائما بألف عافية وألف خير إلى اللقاء موسيقى